اوكي مرحبا معكم استاذ راني احمد اه هذا الدرس اه واحدة ثلاثين بس لغة سيب تاس بلس بهذا الدرس راح نكمل بالبوليمورفزم وهذا اخر شغلية بالبوليمورفزم راح اه نحكي عنها تمام? هلا لاحظوا بين المرة الماضية والمرة الحالية انه كانت هون معرفة تمام? بمعنى انه اه زدنا هون اه انه هاده صار بساوي صفر ومش بس هيك انه بلا تعريف اوكي انه كيف صار بساوي قيمة صفر اوكي وهو طيب طيب معنى هصار كما احكينا المرة الماضية انه بامكانك اه تعيد تعريفه في التصنيفات او اللي هني بالفروع اكي? اللي هني وارثين من البوليغون مساء عندي هون ماخذ من البوليغون وعنده ماخذ من البوليغون مستطيل ماخذ من الاضلاء من شكل هندسي والتريانجل كمان كمثلة ماخذ من شكل هندسي بشكل عام ولكن اللي صار عندي هون انه لما بحط انا بساوي صفر هدي معناها ما في كاش تيجي انت يعني تستعمل هاده الفونكشن مباشرة اوكي وهدي الكلاس بتصير او هاد تصنيف اللي هون يعني اللي مضبع عليها الاب الازرق هاده بسيشو اه تصنيف مجرد اوكي ما بسوا تعمل من خلاله متغير ولكن فيك تستعمل بوينتر ثانيين اه تصير من خلاله كويس اه تشاور على اه اوبجكتس مدين من الفروع اوكي وكمان بيصبح عليك بها الطريقة انه الفونكشن انت اريا جبارة تروح تعرفه ما فيك تقول مسام بوليغون بدون اه مساحة ما في مضلع بدون مساحة يعني احنا المرأة الماضية شفتوا كيف قعد اه طبع مساحة اه بتساوي صفر لشيء الوض العين وهيدي ما بتصير مشان هيك منعملها اه تصنيف مجرد مسميه ابستراكت كلاس اوكي وبعدين في سير عندي هاد الحالة انه مشبور اعرف الاريا بالريكتانجل اريا بالتريانجل وكل شيء متفرع عن بوليغون طبعا مسلا هلا راحزوا كيف انا هون مسلا خلينا طفي عشان فرجيكم انه راح يصير عندي مشكل ازا انا مثلا عم عرف هون اوشي اوكي معرف مستطيل باجي انا بديش هوني طفي هايدي عشان برجيكم انه جبارة اه تعرفها اللي راح طفيهم هون سونا حطينا عليهم تعليق حولنا هلو تعليق هاي سطور بيس بازلهم طفوا ازا لما عجي انا بعمل اه اف اتناش هيك بشغل عندي الكمبيلر اه بصير لاحظ بلش يعطيني مشكل وقل لي هايدي مشكلة انه اه اه ارورد اه كني اوكي ليرا بالريكت هادر الريكتانجل اللي هون كويس متحرر المتغير اللي هون معاش فيني اه يعني اعرفه كويس او انه هو متغير كي وهو انه هو تابع لالكلاس لانه في عندك شايف هالفونكشنز اللي يمقلون بساوي صفر هدولة صافين كي بس هدول متل ما قلت لكم بدك تعرفهم ونلاحظ هون مدام ما عم بي اه يعني انه عنده يعمل مشكل يعني انه لا مشبور لأ بدك تعرف الاريا بكل صب كلاس بالكلاس التحتانية او الكلاس الفرعية طبعا ريكتانجل بالريكتانجل انه كلاسات فرعية تمام فاذا لما بعمر البرنامج مرة تانية شايفين كيف بش ولا اي مشكل وبالتالي ها تشغيل البرنامج اوكي بطلع هون عندي ريكتانجل اريا عشرين وطريانجل اريا عشرة ونلاحظ كمان بالكود كمان تحت هليني بس اطفيهاي شايفين كيف هون اول مرة تطلع فيك ريكتانجل كبوليغون بشكل عام تانية مرة تطلع بالتريانجل كبوليغون بشكل عام اعطاك الواحد متغير خاص فيه وحق كل البوليغونات او كل المضلعات اللي بشكل اه عام اكي ودغري حسب اه المساحة تبعه كل واحد تمام بغض النظر اذا كان هو اه متلت او مستطيل هو بس عم بطلب تمام كمان باكد كمان مرة انه هون هادا الفونكشن ما عاد بستير في المطلب وما فيك تطلع مسلا تكتب مسلا اه بوليغون بتعمله انستانسيات من اه هاي دي او تحضر واحد من خلال بوليغون اللي هي هون تمام فيك بس استعمل واحد موجود من التريكتانجل وتريانجل وبعدين تربط عليه هون بوليغون زي هيك تمام ها هادا كلشي عن البوليمورفزم شايفين كيف كي احنا كل مرة عم نتطلع بالاه المتغير منظره شكل مرة نتطلع فيك تريانجل او من نتطلع فيك كامضلع مرة نتطلع فيك ريكتانجل ومرض نتطلع فيك كمضلع بهل نيش شهور تمام بس بالنسبة النا هو شكل عام تريانجل او حسب انت كيف بلست فيه هادا كلشي عن البوليمورفزم اه اراجو تكونوا استمتعتوا معنا في الشرح كمان لا تنسوا تكتبوننا شوية تعليقات أو اسئلة تريدوها كمان لا تنسوا تحطوا لايك وتكبسوا الاعلانات وتكبسوا على زر المشاركة للقناة سبسكرايب وهلو سهلا فيكم سلام